تقع الزمرد في معضلة رهيبة بسبب سر لديها الكشف عن هذا السر سوف يدمر صرحات لكن هذا أيضا سر ليس من السهل الاحتفاظ به يدخل سوهندا في مسار لا رجعة فيه خطوة بخطوة مع تأثير الألم الذي يعاني منه التذكير في أن صرحة وعائلته بأكملها قد تركوه وحده وقال أنه سيجعل صديق جديد لنفسه ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي لسوهندا هو الآن الانتقام من كل من جعله يعاني ما لم يدرك الزمرد وسرحات هذا التحول فإن الخطر سيزداد تدريجيا إذا كان الزمرد يثق في الشخص الخطأ فسوف يتسبب ذلك في اتخاذ عائلة بيميركا مصارا لا رجعة فيه من ناحية أخرى فإن حميد مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات وده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد أن ترى سوهندا يظهر شخص غير متوقع أمامه إن اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة بيميركا مرة أخرى لم يتحسن مرة أخرى مما يخلق نتيجة لن يمكن عكسها أبدا بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئا في قصر بيميركا وأشسغاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كبيرة سوهندا أيضا لا يختلف عن الزمرد المسافة التي يعيشون فيها مع حمية والمسافة بينهما تؤثر على سوهندا بشكل لائق سوهندا الذي لا يريد العودة إلى قصر بيميركا سيبدأ في الخلط بعد محادثة مع ضيف لم يتوقعه أبدا بدأت الخطوة الأولى التي اتخذها أزيميت وديسمبر معا في التأثير على العلاقة بين صرحة وزفير مارمت بينما يعتقد صرحات أنه يجب عليهم التحرك بحذر أكبر تبدأ بعض مشاعر إيميلد في التغيير يقرر أزيميت التمسك بسرهات أكثر فأكثر مع ألم الشعور بالوحدة بشكل متزايد لهذا من الضروري إعادة صرحات إلى القصر وفصله عن زفير مارمت سيرهات والزمرد الحب اجتياز اختبار كبير مرة أخرى سوف تتحول المثابرة ورفقة البحر إلى خطر متزايد على صرحات وزفير مارمت في أي لحظة صرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحبائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندا تفتح فجوة بينه وبينها ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندا هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة ستكون هوية الشخص الذي أطلق النار عليه أكثر تدميرا على سرهات وإمرد المفابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألد الضيف غير المعلن عن قصر أشزغ هو مرشح لتغيير جميع الأرصدة في القصر هذا الضيف يزعج السلام ليس فقط من أشزغ أشس ولكن أيضا من ديميركان لا يستطيع سوهندا أن يقبل نفسه من قبل ابن حميد بينما يعاني سوهندا من حزن هذا فهو غير مدرك أن أياما أسوأ تنتظره ماليحة تقع في موقف خطير للغاية على الرغم من أنه يحاول إخفاء ذلك عن الجميع اكتشف إمرد وسرحات حدثا لمليحة يجد سرحات عباس ويضحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من سرحات يلجأ إلى شخص خاطئ للغاية قرار إمرد وسرحات بالزواج يجعل أزيميت يتصرف دون التفكير في النهاية سرحات والمثابرة تأتي إلى نقطة الانهيار سرحة وإمرد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد أن يكونوا سعداء ومع ذلك فإن الخطط التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تسارعت أيضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفير مارمت سيتغير مصير ليس فقط سرحات ولكن القصر بأكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد إلى؟ طلق سرحة ودينيس لا يمكن أن يكون الزمرد غير مبال بحب صراحات بعد الآن سيرهات وزافر مارمت بعد كل الألم الذي يعانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من أجل أن يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطط خطيرة للغاية للفصل بينهما إلى الأبد عناد سوهندا يوصله إلى نقطة إنهاء علاقته مع حميد ومع ذلك فإن العقل الذي سيعطيه دينيس سيمكن سوهندا من النظر إلى علاقته بعين مختلفة وسيفتح له بابا جديدا عندما يدرك عباس أنه سيتعرض لغضب صراحات يجد العلاج في الهروب بينما يعتقد عباس أنه يحمي نفسه فهو لا يدرك أنه على وشك أن يفقد أكبر حليف له أزيمت شرك صراحات الغاضب لعبس على وشك تدمير إمكانية التواجد مع إميرد مرة أخرى لا يمكن أن يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن صراحات من العثور على الراقب نيازي؟ هل سيتمكن إميرد من إعادة صراحات من طريق لاعودة هذا؟ إميرد يبدأ العمل في ورشة جيهان يكتشف صراحات هذا الأمر في لحظة لم يتوقعها أبدا الزمرد من العالم غيور ومع ذلك فإن الزمرد ملتزم بالقيام بالعمل الذي يحبه ديفيد وعائلته وبسبب وفاة عمه عباس صفلينيرك من متى تجد الإجابة على شكوكك الصندوق الأسود لعبس نيازي الرقيب يذهب بعده ألقى به سوهندن حامد اسمي خطأا مدركا عودة ديميركا إلى القصر ومع ذلك لا يمكن أن يكون هذا الفصل جيدا لكليهما عباس لفصل ديفيد والزمرد يخفط العين لكنه يكفع ثمن كل أفعاله من فلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة سراحات يسرع إجراءات طلاق دينيس يمهد البحر أيضا الطريق لجمعيات أعمال جديدة لتكون دائمة في القصر انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات